السلام عليكم عمر معاكم محاور كثيرة ومهمة هنتطرق إليها في حلقة اليوم المحور الأول هنتكلم عن الدراسة السنوية اللي يسموها The All American Economic Survey دراسة مهمة تنظر إلى المستهلك الأمريكي تنظر إلى وضع المستقبل بالنسبة له مصاريفهم ونظرتهم الاستثمارية من الدراسات المهمة أيضا في حلقة اليوم هننظر إلى الأسواق الأمريكية ويسألوني كثير من الأصدقاء ليش الأسواق قاعدة ترتفع بهذا الشكل يا عمر هقدر أقول لكم نقطة مهمة جدا أنه إفلاس البنوك الأمريكية كان أفضل خبر لأسواق الأسهم ولو لفترة مؤقتة أيضا في حلقة اليوم هننظر إلى القوائم المالية بالنسبة لشركة نتفليكس هي ربما افتتاح للميجا كاب كامبانيز بالنسبة للأسواق فأيضا هتطرق إلى أهم ما جاء في تقريرهم المالي فحتكون حلقة مهمة مفيدة نبدأ أول شيء بدراسة The All American Economic Survey هذه الدراسة تعتبر أكثر من 100 ألف شخص يعملوا دراسة على وضع الاقتصاد ووضع المستقبل بالنسبة لهم وضعهم الاستثماري التكلفة بالنسبة لهم دراسة من وجهة نظر من الدراسات المهمة وتعتبر من الدراسات التي تقدروا تقوله في محلها يعني تتطابق مع الوضع القادم بالنسبة للاقتصاد طبعا الدراسة ما كانت جيدة أبدا بتقول لك تقريبا 6-69% غير متفائلين ونظرتهم المستقبلية أيضا غير متفائلة هذا يعتبر رقم All Time High بالنسبة له أيضا لو تسألوا 53% يعتقدوا أنه الاقتصاد الأمريكي حيزيد سوءا في الفترة القادمة أيضا يعتبر All Time High ولما يسألوهم على الاستثمار 24% يقول لكم أنه هي فترة جيدة وتقريبا نقدر نقول 75% لا يعتقد أنها فترة جيدة بالنسبة للاستثمار أيضا الدراسة مهمة وتعطيك مقارنة بين ما حدث في 2008 و2023 باللون الأصفر في عام 2008 يعطيك نظرة أنه 95% كانوا غير متفائلين يعتقدوا أنه الاقتصاد غير جيد في عام 2008 ولكن شوفوا تقريبا 39% كانوا متفائلين بالمستقبل كانوا متفائلين أنه الوضع سيتحسن لو ننظر إلى عام 2023 85% يعتقدوا أنه الوضع الاقتصادي غير جيد ولكن فقط 18% يعتقدوا أنه الوضع سيتحسن ليش تقول هذه الإحصائية بهذا الشكل أقدر أقول لكم يعني ربما بناء على أيضا دراسة اللي عملها والحلقة اللي سواها ري داليو كانت من الحلقات الممتعة لو تحبوا أشارككم بأهم ما جاء في هذه الحلقة مقابلة كانت تقريبا ساعتين لري داليو طبعا يتكلم في هذه المقابلة عن أشياء رئيسية ليش المستقبل مظلم بعض الشيء في أمريكا أول شيء الخلافات بين الديمقراطين والجمهوريين يوجد يعني تشدد يميني وتشدد يساري في أمريكا كل هذا حيزيد على وقت الانتخابات في عام 24 أيضا لا تنسوا المنافسة الشديدة الشرسة ربما حتى تكون الغير إيجابية بين أمريكا والصين والعلاقة المتوترة بشكل عالي غير الحروب اللي قاعدة تصير أمامنا أيضا يتكلم في ري داليو في هذا أنه الناس والدولار الآن بدأ يصير فيه هجوم شديد على الدولار والتجارة العالمية اليوم أصبحت في ملك الصين والصين الآن ربما تريد أن تنوع استثماراتها تنوع العملات الأخرى حتى الدول الأخرى ربما تريد أن تنوع العملات اللي عندها هذا كلها حتزيد الضرر بالنسبة للدولار حتى الدين يا جماعة الديون العالمية كلها ربما تكون بالدولار الآن مع وجود تجارة اقتصادية أكبر مع دول أخرى ربما الدين يبدأ يتحول إلى عملات أخرى غير أنه طبعا ربما الضوابت اللي حطتها أمريكا على بعض الدول يعني وأثر هذه الضوابت ربما تخوف كثير من دول العالم يتكلم بطريقة مفصلة عن أشياء جميلة من وجهة نظري كانت حلقة مميزة جدا ولكن أقدر أقول له نرجع للدراسة أنه المستقبل بالنسبة لأمريكا الدراسة تقول لك أنه غير جيدة أيضا ريداليو يقول لك على أمريكا العمل الكثير من ناحية الإنتاجية أشان تتحسن الوضع بالمستقبل أيضا في هذه الدراسة يتكلموا عن وضع الدخل المواطن مقارنة بيئة تكلفة تقريبا 67% تقول لك أنه يعني صراحة أن التكلفة صارت أكثر من الدخل وبنتأزم في دفعات اللي علينا كل هذه يا جماعة توريك أنه المستهلك الأمريكي في مرحلة خطير حتى البنوك شفناهم يا جماعة الديون قاعدة تزيد ديون الكريدت كارد والإداعات قاعدة تقل كلها علامة استفهام أنه المستهلك بدأ يتعب في تقرير أيضا من رويترز تؤكد هذا الكلام أنه المستهلك يتخلف ويتخلف عن دفعات القادمة عملت طيب تسألوا كثير من الأصدقائي يسألوني عمر طيب كل هذه الكلام كل الأشياء السلبية اللي بنتكلم عنها ليش أسواق الأسهم قاعدة ترتفع ليش ما يعني صار فيه نزول بالنسبة للأسواق وصراحة يعني عملت كده وقاعد أفكر شوفوا هذه الإحصائية أو الدراسة اللي عملتها بشكل سريع طبعا لو ننظر إلى الأسواق الأمريكية في عام 2023 بدأت بداية العام إلى شهر فبراير كانت ارتفاع مميز بالنسبة له ولكن عندما دخلنا في منتصف شهر فبراير بدأت تطلع تقرير التضخم ما كان على نزول دايما نقول السيرفيسيز الكورسي بي آي كانت على ارتفاع حتى طلع الفدرالي في جاكسن هول وقال أنه الوضع غير جيد طاحت الأسواق بشكل كبير ربما وصلت إلى 7% نزول زي ما انتوا شايفين في منتصف فبراير نزلت إلى أن حكمل في مارتش عشرة ركزوا على رقم مارتش عشرة في هذه الفترة لو تتذكروا النزول السبعة في المية كان الكثير يتكلم أنه الفدرالي حيرفع خمسين نقطة حتى أنا تكلمت أنه يجب على الفدرالي أنه يرفع خمسين نقطة كانت الأسواق قاعدة تنزل نزول شديد ثم ماذا حدث في مارتش عشرة تبدأ تسير أزمة البنك سيليكون فالي زي ما انتوا شايفين في مارتش عشرة كانت اللو بالنسبة للأسواق الأمريكية جاء بنك سيليكون فالي أعلن إفلاسه مرحلة خوف كبيرة بالنسبة للعالم ككل أنه هل هذه ستكون مرحلة انتشار وربما ندخل في عام 2008 وتنتشر هذه الأزمة للبنوك الأخرى أكدت لكم في هذه الحلقة ربما في الحلقات الماضية أنه أزمة البنوك ستكون أزمة ربما للبنوك الصغيرة وليس للبنوك الكبيرة طبعا ماذا حدث وحدث تدخل الفدرالي ماذا قام الفدرالي؟ الفدرالي قام وقال سنأخذ السندات بالنسبة للبنوك إلا كانت هي مشكلة سندات في النهاية السندات اللي اشتروها نزلت أسعارها بسبب الفائدة العالية العلاقة المعاكسة فإش صار؟ الفدرالي أخذ منهم السندات الطويلة وإعطاهم سندات قصيرة أشان يعمل بالنس ويضيف السيولة بالنسبة لهم ويحمي أموال المودعين طبعا الكل يعتقد في وول سريت أنه الفدرالي الآن بدأ يضخ سيولة من جديد وطبعا ماذا حدث؟ ارتفعت الأسواق بشكل كبير 7% فعملت هذه التغريدة أقول لكم ربما تكون أنه إفلاس البنوك كانت أفضل خطوة ولو مؤقتة بالنسبة للأسواق الأمريكية ولكن تأكدوا أن المشكلة لم يتم حلها والتدخلات الحكومية هذه اللي قاعدة تصير هي فقط بتأجل المشكلة وبتزيد مشكلة التضخم والتضخم تأكدوا أن الشهر القادم من وجهة نظري حيكون ما هو على نزول ربما على ارتفاع خاصة مع أسعار النفط ولكن زي ما انتم شايفين ارتفعت الأسواق بهذا الشكل وول سريت تعتقد أنه مرحلة البنوك وأزمة البنوك كانت على نزول يعني أزمة البنوك والتدخلات الحكومية اللي سووها في البنوك معناها هيعمل ريت كت الفدرالي والكل كان يعني يصل اليوم أنه في ريت كت ستبدأ مرحلة تخفيض الفائدة في شهر جولاي 100% الأسواق المال تعتقد 100% أنه الفدرالي هيخفض الفائدة ولكن أعتقد لن يحدث ذلك أبدا خاصة مع الأرقام اللي شفناها بالنسبة للبنوك الكبيرة أرقام تاريخية بالنسبة لأرباحهم ويطلع الفدرالي مثلا مثل بيلرد يقول لك أنه الريسشن ما حتصير ربما ولكن التضخم ما زال مستمر وحنرجع نرفع الفائدة أكثر وأكثر ولكن أقدر أقول لكم شيء مهم جدا الفدرالي يعني ما تقدر ما تقدر يا إما عندك حلين يا جماعي يا إما هتقضي على التضخم معناها تخطف تشيل السيولة تسحب السيولة من جديد هتصير أزمة أزمة مالية أو ربما أزمة للبنوك من جديد لأنه لما ترفع الفائدة تأكد أنه السندات هترتفع مرة أخرى الفائدة بالنسبة للسندات والآية المعاكسة ما ينفع الفدرالي يتدخل من ناحية السيولة وتنخفض التضخم في نفس الوقت شيء حينكسر مرة أخرى والشيء اللي أنا أعتقد اللي حينكسر فيه اللي أنا كنت بتكلم فيه في الحلقات الماضية هو عبارة عن العقارات وخاصة العقارات التجارية اللي عندها دين عالي جدا أيضا هاورد ماركس في مقابلة جميلة جدا تكلم عن أنه العقار وخاصة العقار التجاري سيواجه أزمة كبيرة في الأشهر القادمة وهذه أيضا وجهة نظري لأنها دينها عالي وأيضا بننظر إلى بعض الشركات اللي بدأت تتخلف عن دفعة الدين العقاري ليش؟ خلينا نتكلم بشكل سريع لما يكون العقار وأسعار العقار والمطورين العقارين بيشتروا المكاتب بأسعار مرتفعة اشتروها بالدين واشتروها بأسعار مرتفعة الآن الفائدة بالنسبة للدين ارتفع يعني دفعات المطورين العقاريين أكثر طيبعا لما يكون فيه أزمة الآن في العقار والخاصة الكوميرشال ريتس كلها المؤجرين ما يبقوا يدفعوا نفس الأرقام في كثير من الناس والشركات بيشتغلوا من المنزل مثلا في سان فرنسيسكو في لوس أنجلس كثير من هذه الأزمة قاعدين نشاهد فأسعار العقار قاعدة تنزل الإيجار وفي نفس الوقت الدفعات بالنسبة للمطورين العقار قاعدة تزيد ماذا يعني؟ يعني يتخلفوا عن الدفعات يعني البنك يمسك هذه العقار ويبدأ يبيعها بطريقة وبخسارة كل هذه حتسبب أزمة شوفوا مثلا واحد من المطورين العقاريين بروكفيلد يتخلف عن دفعة 161 مليون للبروبرتي أوفيسيز اللي عنده كل هذه من وجهة نظري حتبدأ تطلع أمورها ومخاطرها في الفترة القادمة أيضا هاورد ماركس يؤكد هذا الكلام طبعا نتكلم كده عن البنوك الأمريكية طبعا وبعض القوائم المالية بانك أف أمريكا طلعت بقوائمها المالية كانت القوائم متابعة ومؤكدة لجي بي مورغين ويلس فارغو وستي جروب اللي كانت أرقامها جيدة ويبين أنه الناس والبنوك الكبيرة ما زالت متماسكة والناس تتجه إلى البنوك الكبيرة شوفوا يعني الإيداعات اللي بالنسبة للبنك أف أمريكا يصل إلى 37 مليار دولار كل هذه جيدة للنسبة للبنوك الأمريكية الكبيرة ولكن ليست جيدة بالنسبة للبنوك الصغيرة لأنها هذه 37 مليار مصحوبة من البنوك الصغيرة الآن أريد أن أختم كده بنتفلكس ونقدر نقول بداية الشركات الكبيرة الأمريكية طبعا نتفلكس طلعت بقوائم مالية معتدل أقدر أقول ولكن شوفوا التذبدب الكبير بالنسبة للسهم تخيلوا أنه أول ما طلعت القوائم المالية نزل السهم 10% ولكن رجعت ارتفعت اليوم خلينا نشوف بداية اليوم قديش يفتح السوق أعتقد أن الفيوتشرز اليوم ستكون على نزول ربما ولكن خلينا نتكلم كده بشكل سريع على السهم طبعا هذا السهم في عام 23 مرتفع 13% ولكن لو ننظر إلى العام الماضي فهذه الشركة نازلة أكثر من 50% ما زال من وجهة نظري الملتبل عالي جدا بالنسبة للشركة ماركت كاب تقريبا 150 مليار دولار لنتفلكس تعتبر زي ما قلنا من الميجا كابس أكبر الشركات اليوم هي اللي بتطلع أول الشركات اللي بتطلع بقوائم المالية طبعا كانت بيت بالنسبة للإي بي اس أو ربحية السهم الواحد ولكنها مس بالنسبة للمبيعات تقريبا 8.1 مليار فقط نمو 3% لو ننظر إلى السبب الرئيسي من وجهة نظر اللي خلى السهم ينزل بشكل كبير جدا هو توقعاتهم للربع الثاني والتوقعات كانت غير جيدة أبدا 8.2 التوقعات توقعات المحللين بالنسبة لول سريت كانت 8.4 8.4 مليار ففيه فرق تقريبا يعني رقم مش بطال في الفوركاس بالنسبة للمحللين لو ننظر بشكل سريع إلى الشركة طبعا لو نذكر الناس ماذا فعلت نتفليكس؟ نتفليكس عملت من وجهة نظري جاذفت بعض الشيء يعني عندها الآن سبسكريبشن بيس وعندها سبسكريبشن بيس مع الدعايات والسبسكريبشن بيس مع الدعايات سعرها أرخص من المنتجات اللي بدون دعايات فلو ننظر إلى مبيعات الشركة زي ما تشايفين المبيعات كانت جيدة يعني النمو مش كويس تقريبا لأنه هذه شركة تعتبر تكنولوجي غير أنه الملتبل بالنسبة لها 29 فلما الشركة ما تنمو بشكل كبير يعني هذه كل علامات استفهام لماذا الملتبل بالنسبة للشركة 29 والنمو قليل جدا ولكن ما علينا شوفوا المبيعات زي ما تشايفين طبعا الربع الأول من 22 كان 7.8 الآن 8.1 هذا كله من وجهة نظري إيجابي كان لو ننظر إلى النت إنكم أو الانكم فرم أوبرايشن الانكم كانوا بيعملوا من 7.8 مليار من المبيعات عملوا 1.9 يعني ربح من العمليات شوفوا الآن من 8.1 مليار يعملوا 1.7 مليار إيش يعني يعني إما المبيعات بالنسبة لهم زادت صحيح ولكن التكلفة أيضا زادت بشكل يعني يعطيك أنه الأرباح والهوامش الربحية بالنسبة للشركة نزلت لو ننظر ونعمل مقارنة من سنة لسنة من 25% بيعملوا من الهوامش من العمليات الآن بيعملوا 21% والمتوقع الربع القادم شوفوا الهوامش حتنزل وأيضا شوفوا الربح من العمليات حتزيد المبيعات 8.2 ولكن الربح من العمليات حينزل يعني الهوامش الربحية حتنزل هذه كلها من وجهة نظري علامات أنه استراتيجيتهم ربما ما تكون ماشية 100% خلينا نشوف من الأشياء المهمة اللي أيضا طلعت في التقرير أنه الربنيو بالنسبة للأسواق الأمريكية تقدروا تقولوا يعني فلات ما بتزيد بشكل كبير ما بيخلي الأرباح والمبيعات تزيد بالنسبة لنتفلكس ما هي الممبرز إنما الزيادة في السعر بيزيدوا أسعار الاشتراك في نتفلكس في الأسواق الأمريكية يعني الاشتراك اليوم صار 16 دولار شوفوا الربع في عام 22 كان 14 دولار فشوفوا هذا اللي بيخلي النمو بالنسبة لها ليس عدد السبسكرايبر أما في منطقة أوروبا والشرق الأوسط فالآية معاكسة المبيعات قاعدة تزيد أو فلات نقدر نقول ولكن السبب الرئيسي هو ليس الأسعار الأسعار زي متو شايفين قاعدة تنزل ولكن الممبرز قاعدين يزيدوا أقدر أقول لكم خلينا نشوف الأسواق الأمريكية من وجهة نظري أرقام نتفلكس كانت مش بطالة لا تستاهل أنها تنزل 10% ولكن أوريكم الربع الثاني بالنسبة للشركة بيعطيكم انطباع أنه الوضع غير واضح أيضا مبيعات أكثر بالنسبة للشركة مع أرباح أقل كل هذه من وجهة نظري علامات استفهام غاصة أنه الملتبل بالنسبة للشركة عالية مقارنة بالنمو اللي قاعد يشهد وخلينا نشوف الأسواق الأمريكية ماذا يحدث عندنا القوائم المالية بالنسبة للتسلا اليوم من وجهة نظري أرقام مهمة جدا طبعا في الختام اللي يحب يتعلم أمور الاستثمار أكثر إدارة الأموال كيف نستثمر بطريقة علمية كيف نستثمر بطريقة محافظة أيضا كيف نبني المحفظة الاستثمارية للأولاد للتقاعد لغيرها كورس متكامل 20 ساعة من المحتوى تلاقوا تفاصيله في الدسكريبشن أيضا الدورة الشخصية واحد لواحد اللي عنده محافظ مدارة من مدراء نقدر نعطيكم وجهة نظرنا نعمل دراسة على سيكولوجية وأفضل آلية بالنسبة للاستثمار أيضا تلاقوا تفاصيلها في الدسكريبشن واللي يحب يدعم القناة تلاقوا تفاصيلها في الدسكريبشن شكرا وإلى اللقاء